أقوى وصفة للحمل السريع إن شاء الله باستخدام مكون واحد فقط هذه هي وصفتنا لهذا اليوم السلام عليكم حبيباتي وأهلا ومرحبا بكم على قناة وصفتنا سزمان للوصفات الطبيعية سعدت بلقائكم مرة أخرى على القناة وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والحافية اليوم إن شاء الله وبحول الله ستشارك معكم وصفة طبيعية مكونة من مكون واحد فقط للحمل السريع إن شاء الله فلدينا المكون الأول من مكون هذه الوصفة ستحتاج إلى الخزامة أو اللافندر وهي تكون على هذا الشكل فالخزامة أو اللافندر جد مفيدة وفعالة في علاج معظم مشاكل الحمل وذلك لأنها ستساعدك كثيرا في علاج برد الرحم أو برودة الرحم من أول استخدام لها إن شاء الله وأيضا ستساعدك الخزامة أو اللافندر في تنشيط المبايض الضعيفة للحمل السريع إن شاء الله وأيضا ستساعدك على علاج مشكل تكيّس الرحم أو المبايض للحمل إن شاء الله وأيضا الخزامة ستساعدك على إنسال الدورة الشهرية المتقطعة والغير المنتظمة للحمل بحول الله وأما فيما يخص طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فهي جد تهلة وبسيطة فضلا وليس أمرا أختي الكريمة إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على زر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق وشكرا جزيلا لك أما فيما يخص طريقة تحضير الوصفة فهي جد تهلة وبسيطة تأخذين إناء ثم تضعين فيه اثنين أكواب من الماء ثم تضعين اثنين معالق كبيرة من الخزامة أو اللافندر تقومين بوضح هذا الإناء على نار هادئة جدا وتتركينه إلى أن يصل إلى درجة الغليان بعد ذلك يمكنك استخدام الوصفة وهي ساخنة جدا لعلاج معظم مشاكل الحمل طريقة الاستخدام فهي جد تهلة وبسيطة تقومين بأخذ هذا الإناء الساخن جدا الذي به مغلى الخزامة ثم تقومين بالوقوف فوقه أو التبخير باستخدام هذا المكون أي الخزامة الساخنة جدا تقومين بالتعرض لهذا البخار لمدة تتراوح ما بين من عشر إلى عشرون دقيقة وتقومين قبل ذلك بإزالة الملابس الداخلية ثم تقومين بالتبخير أو التعرض لهذا البخار لمدة تتراوح ما بين من عشر إلى عشرون دقيقة فهذه العملية ستساعدك كثيرا في علاج الإفرازات المهبلية الغير مرغوب فيها وكذلك علاج مشكل برد الرحم أو برودة الرحم إذا كنت تعانين منه فهذا المشكل يعد من بين الأسباب الرئيسية التي تحول دون حدود الحمل تقومين بهذه العملية يوميا قبل النوم لمدة أسبوعك بالكامل قبل معادة الدورة الشهرية فهي جد مفيدة لعلاج مشكل برد الرحم بالدرجة الأولى كانت هذه هي وصفة اليوم الخاصة بالحمل السريع إن شاء الله باستخدام الخزامة فقط أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات أراؤك والسلصاراتك حول هذه الوصفة وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته